خلينا ناخد برضو الأستاذة سعاد محمد الصحفية المغربية وبرضو لازم نقول بونجور ونقول ألف مبروك علينا يا أستاذة سعاد قدمتوا حاجة محترمة بجد للعالم كله فعلا طبعا خير بونجور بونجور مليون بونجور ديما مغرب ديما أيها طبعا طبعا كل العالم العربي كان بيهتم باسم المغرب مبارح وأكيد حضرتك لمسي ده بنفسك أستاذة سعاد أكيد حضرتك على دراية كافية بحجم المحبة المتبادلة بين الشعبين بين الشعب المصري والشعب المغربي أعتقد إن لو حضرتك تبعت مبارح ردود العفعال المصرية البرامج الرياضية المصرية أكيد حسيتي إن فرحتنا وكأن منتخب مصر هو اللي فاز جدا 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 والله أنا مبارح تبعت البرامج تبعت الشعب المصري وتبعت الفنانين فنانين لايب ويتكراجوا برضو كل الشعب المصري كله 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 عمال بيشدوا عن بارح في المغرب هنا إحنا واحد عموما طبعا طبعا احنا بلد واحدة احنا بلد واحدة مبارح كان في حب ود انا جوزي مبارح كان بيتنطط محمد اصاب 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 رياضي انا اتفرجت فعليه كنت بسمع المتحق انا انا اتفرج خلاص انا بيت تعبط وهو عمد يتنطط يا سعاد يا سعاد يا سعاد يا ربي ديما الفرح عليكم يا رب دايما يا ريخ علي داخل مرح مش قادر قالي خلاص ربست انا خلاص وصوص الاخر مش قادر في الاخير هو بيعيط ونا بيعيط طب خلاص بيقولهم يا جماعة خلاص ضربت جزاء بس خلاص اربحوا وكسبوا وكسبوا بس خلاص ريحونا خلاص 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 بتاع علينا كده هو بيقول لي يا سعاد ما تقوليش كده يا سعاد بس بس استاذة سعاد انت المصري بتاعك ما شاء الله كأنك هنا معنى من المهندسين يعني صح حلونا غلطانة لا بس بجد يا حريك بتيجي مصر كتير بقى حبيبتي انا مقيمة في مصر مقيمة اصلا هنا طيب حر بقلك كم سنة واسادة سعاد انا بقية عشر سعاد طيب دي احنا نتقابل بقى لازم نتقابل نحتفل اكيد ان شاء الله احب بس حاجة احب بس اشكر جاسد ملك محمد السادس والشعب المغربي فيه ناس سفرت للقطر وتخملت يعني يعني ساحب السفر فيه ناس سانت بتبثل الشوارع علشان تحضر المبارات بتاع المغرب والصوت بس بتقطع لا لا سامعينك كوي سفر هذه بتفضل والشعب احب اشكر الشعب الاكيد المصري والمغربي والعربي الشعوب العربية كلها واكيد اكيد ولازم اشكر الامير ثمين والشيخة موزة واشكر اكيد معاني شكر كتير داد فضالي المدير الفني اللي جمع اللاعبين العالميين المغربة في كأس العالم اللي هم يشاركوا في كأس العالم واكيد اكيد برضو احب اشكر المدافع القوي المرابط المرابط كان ليه دور غير طبيعي في المش كان ليه دور قوي جدا 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 اكيد حكيم زياش واشرف حكيمي واللعبات كلهم طبعا طبعا بس عندي معلومة احب بس اقولها فضال اول تثنية قصود الاطلس اللي اسمه قصود الاطلس هو صحفي كدير عملنا مغربي هو صحفي ريادي اسمه السيد كمال لحلو هو اول واحد قتلك لقب على قصود القطرة وكان على مسامة بصراحة دي حقيقة سيدة سعاد الماتش الجاي بقى الماتش الجاي نتفل ان شاء الله كده نحاول نلم الجالية المغربية اللي هنا نتفرج كلنا مع بعض والله ده شيح يبقى بيسعدنا كلنا وربنا يوفقنا بقى في اللي جاي بإذن الله بنشكورك جدا جدا والف مبروك شكرا لكم هنتوقع الساحة وتلك ليبا نيمة الفرس شكرا لكم يا ربي ديم الفرحة يا ربي كررها والله الواحد سعيد فعلا شكرا لكم